في ظل الجمود الحاصل في تشكيل الحكومة أتت زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى عين التيني بعد غياب طويل لتشكل فرصة لطي الخلافات وفك عزلة التيار الوطني الحر بعد ترد الأوضاع مع جميع القوى السياسية بحسب ما وصفت مصادر مطلعة على لقاء بر باسيل لتلفزيون المستقبل ولفتت المصادر إلى أن باسيل طلب الموعد عبر نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي الذي حضر اللقاء لكن الاجتماع لم يحمل كثير من الإيجابيات ولم يبحث سوى في العموميات واختصر باسيل الجو بالقول إن فن اللقاء هو دائما أفضل استراتيجيات الصراع وبعتقد أنه نحن أحوال شي لأله هلأ بالبلد بكل المراحل اللي عم نمرأ فيها أن نتلاقى مع بعضنا كاللبنانيين تنقدر نأمن مستقبل أفضل لهذا البلد طالما أنه نحن جايين من مؤتمر بواشنطن نظرنا فيه مش بس على الحرية الدينية على فن المعايشة يلي كمان حكي عنا أداسة البابا يلي هي أبعد من التعايش وأبعد من العيش الواحد ويلي هو بيقتضي أننا نسلم بنموكراطية بتحكمنا بهذا البلد تقتضي شروط التمثيل والعيش السياسي يلي نتشارك فيه الحكم بمسائية وطنية كاملة ويلي هي أساسها التفاهم الوطني فمنحط هذا اللقاء بهذا الإطار باسيل والفرزل انتقل بعد اللقاء إلى بعبدة حيث أطلع رئيس الجمهورية مشيل عون على نتائجه فيما أكدت مصادر باسيل في بيان وزع على وسائل الإعلام أن اللقاء كان ممتازا لكنه لم يتم البحث في الماضي ولم يحصل أي معاتبة وقد تم فتح مرحلة جديدة من التعاون مشيرة إلى أن الرئيس بري حريص على دعم العهد والعمل على إنجاحه وأنه أكد لباسيل أن تخريب تشكيل الحكومة هو تخريب للعهد أما في الملف الحكومي فتفاهم الجانبان والتفقاء على ضرورة اعتماد معايير واضحة لحكومة وحدة وطنية وتطرق كذلك بحسب مصادر باسيل إلى مسألة التعاون في مجلس النواب خصوصا أننا مقبلون على مرحلة تشريعية مهمة تحرق بارز آخر سجل في بيت الوسط حيث استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وعرض معه المستجدات السياسية والأوضاع العامة مسار تشكيل الحكومة حضر كذلك فيب عبدة حيث نقل رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن عن الرئيس عون تأكيده على حتمية تأليف الحكومة في وقت قريب وأن المعوقات الحالية هي من باب رفع السقوف التي تسبق عادة لاتفاق ومن الصرح البطرياركي في الديمان دع البطرياركي الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي القوى السياسية للتعاون مع الرئيس الحريري لتسهيل تأليف الحكومة وذلك خلال لقائه رئيس تيار المرد النائب السابق سليمان فرنجي الذي أمل أن يوفق الرئيس نبيه بري بمساعيه للوصول إلى الحل المطلوب شفنا حرف سيدنا على أنه لازم نبلش ببعض الحلول وأولا هو تشكيل هذه الحكومة يلي اليوم صار الأنتخابات تقريباً ثلاثة شهور والسماء ما صار في أي بوادق للحال نحن دايماً منحب الكومة فائلة بس ولكن التجارب يلي مرأت على هيدا البلد ويلي عم تمرأ على هيدا البلد ما بتبشر دايماً بالتفاعل حين الوقت أنه البلد يروح على الإيجابية يعني المنافسة الإيجابية وأنا بتطور هون يكمن المشكلة هون يكمن المشكلة الحقيقة ومن الدمان أيضاً أكدت النائب ديما جمالي أن البطريار كالراعي لديه الحس الوطني الكبير والانفتاح على الآخر متمنية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن